السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين باخر على خير بساحة جيدة بسم الله سوف نحضر معكم شعرية صفة بالنسبة للمبتدئات بسم الله انا عندي هذا هذا المركة ديال الكنز سوف نجيزوين بثاف لا تخافيش منها نهائيا نتعجل الكند هنا بسيد قربين هذا عندي نسكي لولا بحلقة هذا مهم ديال ثلاثة ديال الناس بقياس ديال ثلاثة ديال الناس لبسات الزيت مزيان وغادي نديرها تفور بعد ما كيغلي الماء نديرها تفور اسهل طريقة باش تحضرها هاتوا ما كتشوفو هادا بقياس هادا بقياس تفور وغادي ندنق لبها كرد جهال تحتانية هي الفوقانية باش تحضرها تحتانية باش مكتبقاش غير التحتانية اللي طعبة وهديك فوقانية ما وصلهاش كنخلطها بحال هكذا ما تخافوش من نهارها ما تعجيش نتشي حاجة نهائيا ونخليو حتى تفور طلعها تفورة مزيان باش اني كنناخده نكبعليها الماء كتبقى مزيانه صافية ما كتشوفو غادي نحيدها قد نناخد واحدة لبانيو بحال هكذا نحط في هادا الكسكاس ونكبعلي هاداك المطيب المطيب راك يبقى وصل الشعرية ما كيكونش مصفي عليها راك يكون وصلها ونحركها كده باش تفزق كاملة انتم الماشتوا المطالع فقمنا ونحرك حتى ترطب كاملة ايه تشربها تكلمة طيب ولا ترطبها كنحركه بحالك ده باش كتتاخد كلها كتلبس بالمال لي كين باش كتتفزق كاملة صافي قد ننهز الكسكاس كتنق داك الماء كيهبط وغادي ردها للقزع تبقى حتى تنشوف شوية من داك المال لي بقى فيها هدل ما غادي رده للبرمة حتى رددت فوق رحة وتاني مرة تانية نقدي لها الملحة نحركه بحالك ده انتم ما كتشوفوه كتبقى حبا حبا معزولة ما تخافوش منها نهائيا وضغيا كتب هكده ما غادي نعود هارن ردها التفورة التانية مردت مردت كتبقى كتبقى تطلع تفورة فيها تحسبو عشر ديال دقايق ما تكون مجدد لان هي الشعرية الخيقرة مردت 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 هل أخبار تبغي متحصن مردت 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 دات قمت مردت 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 عندي هنا اربع كس ديال الحليب كنزيد المجلج معالقة كبارة ديال الحليب نيدو. نخلطهم بزياب. وغادي نزيدهم عليها. غادي نزيد مع القديل سكار كلاس اللي كيبغي الحلاوة اللي ما كيبغي الحلاوة مديره السكار. صفية وجدات انتم ممكن تشوفوا دا بدرتها في هاد زليفة هادي. ونقلبها في هاد طبصيل وكنزينها باللوز واللوز مطحون واللوز مقلي والقرفة. ودو الفيديو ديال اليوم باتمنان للاعجاب ديالكم وإلى اللقاء الوصف اخر ان شاء الله بإذن الله.